من جهة هيكد الكاتب والمحلل السياسي إيميل أمين خلال مداخلة مرئية في البرنامج الخاص أن قناة الجزيرة القطرية ما هي إلا فتنة إديولوجية في العالم العربي تحرص على تهييج وتحريض الشعوب في الداخل والخارج منذ البدايات في أواخر التسعينات كانت هناك أياد وعقول رسمت هذا التوجه لهذه القناة لكي يكون خنجر في خاصرة الدول العربي القناة التي ترفع شعار الرأي والرأي الآخر لم تكن سوى فتنة إديولوجية في العالم العربي تهيج وتحرص الشعوب في الداخل والشعوب في الخارج مع أدنى نسق من الالتزام بالمعايير الدولية والأخلاقية للإعلام وبنفس القدر أستطيع القول أنه بدون أدنى التزام أخلاقي ناحية الشركاء سوى في مجلس التعاون الخليجي أو في العالم العربي جامعة الدول العربية ولهذا كانت ولا تزال قناة الجزيرة مصرة رغم كل ما قيل عن المصالحات في الفترات الأخيرة وكأنها تزخم الجماعات الراديكالية بكل ما أوتيت من قوة